لنبدأ اليوم بالفيديو الذي نشره الإعلام العسكري لكتاب القسام لبعض العمليات المركبة للمقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في جباليا شمال قطاع جزا نبدأ بالفيديو ومن ثم نعود للتعليق عليك أياك الله عصام نعم قول يا رب يلا روح قول يا رب انتونة اشتركونا اوه اين ستركونا قول يا روح ترج concretو قول ما اذا كما تبعنا سيادة العقيد هذا الفيديو الذي نشره الإعلام العسكري للمقاومة الفلسطينية من جبلية في شمال قطاع غزة عدة عمليات منها استهداف أليات عسكرية ومنها أيضا قنص لجنود الاحتلال لو نعلق على هذا الفيديو بداية نعم عصام هذا الفيديو هو جزء بسيط جدا من المشهد العام للمعارك المحتدمة والملحمية التي تجري في منطقة جباليا أو في معسكر جباليا الجيش الإسرائيلي الذي دخل في اليوم الأول من الجهة الشرقية لم يستطع أن يدخل إلى هذا المخيم أو المعسكر وبدأ في استحداث محاور جديدة من الشمال الشرقي ومن الجنوب الشرقي ولكن المقاومة كانت تفاجئه دائما بأسلحة بسيطة مصنعة تقوم بمواجهة أحدث الأسلحة العالمية نتيجة أولا استقراء المقاومين ما هي عمليات الجيش الإسرائيلي ما هو تحرك الجيش الإسرائيلي ما هي آليات يعني هو عبارة عن عمليات استطلاع تقوم بها المقاومة لذلك نرى هذا النجاح الكبير في تدمير قوات الجيش الإسرائيلي إذن هي عمليات محتدمة تقوم بها المقاومة نرى بأن بعض الفدائيين بالتاندم أو بالياسين أو بالرشاشات تقامت بتدمير عدد من الدبابات اليوم هناك 8 دبابات هناك 5 آليات هناك 2 دي 9 قاحة مجنزر تم تدميره في هذه المنطقة عدا عن عدة عمليات مركبة باستهداف الجنود الإسرائيليين المشاد إذن الجيش الإسرائيلي والجنود يتمترسون خلف أو في قلب الدبابة ومن ثم لا يستطيعون التحرك في المجال الضيق لبعض الحارات في هذا المخيم الذي يبلغ مساحته كيلو نصف متر مربع لذلك اليوم الجيش الإسرائيلي بدأ بتهديم عدد كبير من المباني نتيجة القصف الجوي والمدفعي بشكل كبير وخاصة من تل الزعتر إلى المخيم إلى بيت لاهي هذا المحور لنعرض ذلك على الخريطة سيادة العقود نعم نحن الآن ما زلنا في الشمال في معسكر جباليا حيث المعارك لا تزال مستمرة في منطقة تل الزعتر كما شارت حضرتك وفي شعشاعة كذلك وفي جباليا نفسها لو توضح لنا أكثر على هذه الخريطة نعم الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم هذه لمعدة مرات رغم أن هذه المنطقة خرج منها الجيش الإسرائيلي قبل أشهر وقال بأنها أصبحت منطقة شبه آمنة لذلك اليوم يعود مرة أخرى ويواجه مقاومة شريسة جدا ملحمية قامت بتدمير كما قلنا من دبابات اليوم اتنين قاحطة دي تسعة هناك خمس آليات هناك عدد من أجنود اليوم اعترف الجيش الإسرائيلي بجرح 22 جندي في هذه المنطقة لذلك عند فشل الجيش الإسرائيلي من التحرك من الجهة الشرقية على معسكر أو مخيم جباليا استحدث محاور جديدة وبدأ بتدمير المساكن والأبراج السكنية حتى يحدث شوارع جديدة تستطيع الدبابات والآليات الإسرائيلية التحرك فيها وخاصة من منطقة المدارس التي واجه في مدرسة أبو زيتون ومدرسة الإنروا التي تم قصفها وواجه الجيش الإسرائيلي مقاومة عنيفة جدا في هذه المنطقة يعني نستمر مع الخريطة ونزولا نحو حي الزيتون وابنك أيضا معارك دورية تجري في هذا الحي المناطق اليوم الملتهبة في قطاع غزة هي جباليا الزيتون مرورا بممرنة ساريم وصولا إلى شرق رفح هذه المنطقة إذن الزيتون كذلك بين الشارع 8 وشارع 10 يحاول الجيش الإسرائيلي من قوات الفرقة 99 اللواء يفتاح وهناك نحال بعض قوات نحال هناك مجموعات من الأربعمية واحد دبابات تقوم بتأمين القوات المتواجدة في ممرنة ساريم هذا التأمين يتم عن طريق دفع المقاومة الفلسطينية شمالا وكذلك التأثير الناري من المدفعية ومن الطيران وخاصة الطيران المسير الذي بدأ يجوب الأفق ويقوم بالقصف والاغتيالات وعمليات عدة إلا أن الجيش الإسرائيلي كذلك تعثر كثيرا في منطقة شارع 8 وشارع 10 والمقاومة بمختلف فصائلها دكت مواقع وتحشدات ومحاور تحرك الجيش الإسرائيلي بعدد من الهاونات من الهاوين الثقيل والهاوين عندما نتكلم مثلا هاوين 60 ملي متر يعني بأن هناك مسافة أقل من 2 كيلو متر فالمواجهات هي جدا قريبة كما يحصل في منطقة الشمال يحصل في منطقة الزيتون مدينة غزة والوسط منطقة الوسط مخيم النصيرات البريج كذلك وادي غزة تشهد معارك داريا كذلك سيد الخلاق يعني تعثر الجيش الإسرائيلي في الوصول قبل عدة أيام إلى النصيرات وانسحب اللواء 401 من هذه المنطقة يريد الجيش الإسرائيلي أن يكون ممر نتساريم هو ممر آمن لذلك يدفع بقواته ويقصف شمالا وكذلك جنوبا إلا أن هذا القصف الذي تتعرض له باستمرار وبشكل سلسلة من الغارات ومن القصف الآليات والمدفعية في منطقة من جحر الديك حتى المغراقة حتى الزهراء جسر وادي غزة باتجاه شمال أنصيرات ومرورا في البريج والمغازي دير البلح كان هناك عدة تحركات بسيطة في شرق دير البلح لذلك الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يحصل على منطقة آمنة يستطيع أن يقول بأن جيشه تم تأجيره سيطر عليها تماما لذلك يقوم بالتجريف بسياسة التجريف ضرب البنى التحتية التهجير التجويع ومن ثم الإبادة الجماعية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في كل المناطق القطاع ننزل إلى الجنوب وتحديدا إلى منطقة رفح والمعارك كذلك في شرق رفح لا تزال مستمرة ما الذي يمكن أن نرحضه؟ نعم الجيش الإسرائيلي الذي توغل منذ عدة أيام من تجمع أشكول باتجاه معبر رفح سيطر على معبر رفح ووصل إلى شارع صلاح الدين وبدأ بالذهاب غرب صلاح الدين باتجاه شارع جورج شرق شارع جورج باتجاه البرازيل وشارع البرازيل وقام بقصف تل السلطان وباقي المناطق مرورا في ارتكاب المجازر في حي السلام في يبنى في الشوكة في غربة العدث كل هذه المناطق أما شرق محور صلاح الدين أو شارع صلاح الدين هناك أرض ليست شديدة المقاومة لأنها أرض فارغة يعني زراعية ولكن المواجهة التي تمت اليوم وقبل الأيام في منطقة سعد صايل في منطقة شارع جورج الذي تعرض الجيش الإسرائيلي لعمليات جدا قوية هناك قصف واستهداف لناقلات النمر وكذلك الدبابات في قلب معبر رفح وكذلك في منطقة الشوكة وباقي المناطق المقاومة بكل فصائلها تقوم بدك قوات الجيش الإسرائيلي بالهاوينات وكذلك بالرجوم 114 وال107 اليوم هناك عمليات إضافية قامت بها المقاومة وهي قصف عسقلان قصف غلاف غزة سيديروت وهذا يعني منذ فترة لم تقم المقاومة بهذه العمليات يعني يوميا عدة عمليات بالصواريق قصف عسقلان وقبلها سبق بئر السبع وإزديروت وصوفة وحليت وباقي هذه المناطق إذن المقاومة تقوم بتوظيف قواتها توظيف الأرض توظيف هؤلاء المقاتلين الذوء الكفاءة القوية بينما الجيش الإسرائيلي كما قلنا يتمترس خلف الآلة العسكرية ودائما لم تتفوق الآلة العسكرية على قدرة المقاتل على المواجهة شكرا جزيلا لحضرتك سيادة العقيدة أحمد حماد الخبير العسكرية والاستراتيجية اشتركوا في القناة